جيمي هابنا معك بكولر وبعد كده هجيلك فوق سوريو بس لازم ندي الكذبان الأول مارسي الكولر طيب وإحنا بنتكلم فيه لقطة عايزة جيبها البعد الهدف الأول مباشرة واثق القطوة يمشي ملكا كولر نهارده واللقطة دي عشان الناس تفهمها صح هي لات أنهم لها على التكبر ولا الرجل متكبر على الماتش ولا بالنسبة لنا نتيجة سهلة الرجل بيطلع في كل المؤتمرات الصحفية بيشكر في كل المدربين ويتكلم على كل الفرق بمنتهى الاحترام راجل حكيم جدا وعقلاني جدا اللقطة بعد الهدف الأول مباشرة لمارسي الكولر كولر نهارده يا كريم خلى كل المباريات بالنسبة له في الدوري بتكلم على كولر وبتكلم على الموسم الحالي خلى كل المباريات بالنسبة له مباريات اعتيادية جدا الراجل اللقطة بعد الهدف مباشرة هادي تماما بعد الهدف كل الجهاز طبعا كان فرحان بالكورة هو حول هو حول كل المباريات بالنسبة له مباريات اعتيادية لأول مرة الأهلي بيكسب الزمالك ذهاباً إياباً على يد مارسل كولر من موسم 16-17 الموسم الحالي بيواجه الزمالك ثلاث مرات الموسم الحالي بياخد منهم طلطة سوبر يفوز عليه ذهاباً إياباً تسع أهداف يسجل تسع أهداف ويستقبل هدف وحيد في ثلاث مباريات قمة والهدف من ركل الجزاء لسجل في مباراة اليوم مارسل كولر يستحق كل الإشادة مارسل كولر هو صانع الإنجازات هو بابا نويل الكرة الأهلوية الموسم الحالي عمل كل حاجة مارسل كولر يستحق على الإشادة